رغم المناوشات بالمدفعية الثقيلة من حين إلى آخر دون أي اشتباكات مباشرة ما بين قوات حكومة الوفاق وماليشيات حفتر إلا أن الهدوء سيد الموقف في أغلب محاور القتال جنوب طرابولوس إضافة إلى محور بوغرين الذي أكد أميره إبراهيم بيتلمال أن قوات بركان الغضب على استعداد تام لصد أي محاولة تقدم لماليشيات حفتر مؤكداً التزام قوات بركان الغضب لاتفاق وقف إطلاق النار الهدوء في أبوغرين جاء بعد إحباط قوات الوفاق الجمعة محاولة تسلل لماليشيات حفتر بالمحور البحري في أبوغرين وإجبارهم على التراجع عقب اشتباكات استمرت ساعات عدة وفي الوقت الذي تحسن فيه الوضع العسكري لقوات حكومة الوفاق خلال المدة الماضية أشارت مصادر متطابقة إلى استمرار ماليشيات حفتر في تحشيد قواتها لا سيما بعد رصد تحركات في مدن صبراتة وسرمان والعجلات واستمراراً لسجل ماليشيات حفتر في استهداف المدنيين أكدت عملية بركان الغضب أن ماليشيا الكان الموالية لحفتر خطفت شابين من مدينة مصراتة وعاملاً أجنبياً أثناء عودتهم من عملهم في مدينة مسلاتة قبل أن تقدم على تصفيتهم ورمي جثثهم على قارعة الطريق في منطقة الشردات من جهتها أعلنت عناصر إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهئة السلامة الوطنية عن إذالة خذيفة مدفعية من داخل كلية الزراعة بجامعة ترابلس كانت تهدد حياة الطلباء وموظفي الجامعة للخطر وفق قولها ورغم موافقة مجلس الأمن على قرار يقضي بوقف إطلاق النار والرجوع للعملية السياسية إلا أن المؤشرات على الأرض لا تبدو كذلك لا سيما مع حديث قائد العدوان بأن الحرب لن تنتهي إلا بالسيطرة على ترابلس في رد صريح على المبادرة الدولية الداعية لوقف إطلاق النار ورفض لأي تسوية سياسية